لماذا السيد رئيس الجمهورية يطلب من مجلس النواب العراقي أن يطلعوه أو يعلموه بالكتلة الأكبر في حين المختصين والآخرين يقولون أن المادة 76 كانت واضحة جدا غير مقيدة بشروط ترشيح رئيس وزراء البديل بالكتلة الأكبر والمادة 76 يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل وزارة خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما لم تأتي مقيدة بالكتلة الأكبر إذن لماذا السيد رئيس الجمهورية طلب هذا بسم الله الرحمن الرحيم في حقيقة الأمر خلينا أكد على حقيقتي وهذه الحقيقة تم تأكيدها من قبل المنتظم السياسي عموما نعم وهي أن هذه الحكومة عدت حكومة الفرصة الأخيرة فلماذا عدت حكومة الفرصة الأخيرة ثم يتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء وفي ذات الوقت هو القائد العام للقوات المسلحة عن عدم وجود البديل ولذلك تأخر كثيرا في تقديم استقالته علما أن الاستقالة في النظم السياسية لرئيس مجلس الوزراء لها علاقة بالتشكيلة الحكومية تختلف عن الحال إذا كان رئيس مجلس وزراء رئيس وزراء وليس رئيس مجلس وزراء لأن السيد عدل عبد المهدي هو رئيس مجلس وزراء في التقييم العام هو وزير أسوة البقية الوزراء ولكن يدير الجلسات بوصفه هو ورشح الكتلة الأكبر وكل وزير حقيبته مستقلة ومسائل بشكل مباشر أمام البرلمان فلذلك المعادلة حتى في الاستقالة يجب أن نقرأها من وجهة نظر النظم السياسية وبالتحديد النظم الفيدرالية أو النظام البرلماني فإذن عندنا معادلة المسألة الأخرى تتعلق بقضية قبل أن تذهب إلى المسألة الأخرى يعني أنت تريد أن تقول أنه يجب أن نتعامل مع استقالة السيد عادل عبد المهدي أنه وزيرا مستقلا وليس رئيسا لحكومة هو رئيس مجلس وزراء وكل وزير مسائل أمام البرلمان بشكل مباشر ولديه كتلة تدعمهم جاءوا عبر المحاصصة والتوافق وبالتالي استقالة رئيس مجلس الوزراء غير ملزمة لبقية الوزراء كما هو الحال عندما يكون رئيس مجلس وزراء لأن من يكون رئيس مجلس وزراء يكون هو المسائل أمام البرلمان والوزراء يكونوا المستشارين عنده وهو يعينهم وبالتالي إذا استقال فتلقائيا الخيارات السياسية كلها تنهار في حين الوزراء جاءوا عبر المحاصصة إذا انهار شخص رئيس مجلس الوزراء فهذا لا يسقط استحقاق الانتخابي لبقية الوزراء وكتلهم البرلمانية فلماذا انهارت الحكومة؟ لأنه بالأساس هي حكومة جاءت حكومة توافقية وعدت حكومة الفرصة الأخيرة موسيقى